أعرفني الآن الزميل العزيز محمد الباز لتحليل بقى الرقمي للفرقيتين الأهلي وصنبا نورني محمد بسهلا خير كابتن نايمان نور حضرتك كسان حضرتك طيب وسهلا المشاهدين بخير يعني الأرقام كلها بتبين إن احنا قدام خصم قوي خصم عنيد خصم بلعب كرة يعني كرة حديثة أنا دايما بشبهه بسان داونز من ناحية الهجومية فريق لعيبة عندها كواليتي عالي جدا فريق بمتلك 16 محترف من 12 دولة مختلفة الفريق أصلا فيه بتاع 11-12 لعب كابتن نايمان دولي فده زود تطوير الفريق طبعا استقدام طبعا بن شيخة من ديسمبر تقريبا بن شيخة بالنسبة لي كأرقام لعب معاهم 17 مباراة فاسفة 10 و 4 تعادلات و 3 هزاي يعني أنا بتكلم في 29 هدف واستقبل 9 أهداف 29 هدف فيه 17 مباراة ده معدل تهديفي عالي جدا يعني قد يصل لهدفين في المباراة الوحدة تغير شكل الفريق من ناحية الهجومية نتكلم فيه شكل مختلف لسينبا لعيبة بتلعب الدبل باصس بتلعب الشورت باصس بنشوف التمريرات عندهم نسب عالية جدا الدكة التمريرات والتمريرات القصيرة بالأخص ممتازة جدا بلعبوها بشكل كويس جدا ولكن ما زال عندهم أخطاء دفاعية دفاعية وده هنتكلم عليها ونعرض بعض الحالات ونشوف هما شكلهم عامل ازاي لو حتى بصينا على آخر 6 مباراة آخر 6 مباراة في الدولة عندهم كابتن نايمن عندهم خمسة فوز واحدة خسارة خمسة فوز واحدة خسارة يعني ماشي بشكل كويس جدا من ناحية النتائج بنشيخة معاهم بتكلم عشر أهداف في الست مباراة واستقبل أربع أهداف دي كلها أرقام بتقولك من ناحية الهجومية فريق كويس جدا المعدلات التهديفية عالية بيستقبل أهداف لأخطاء سازجة أخطاء طبعا بنشوفها بتقدم بالذات يعني الأظهرة عندهم والباك اليمين محمد حسين وحنشرح دوت فعندنا فرص كبيرة جدا أن احنا نستغلوها ده نظرة عامة كده على الفريق ولكن الفريق سيمبة آخر خمس نسخ في بطولة أفريقيا تشامل سليجا كابتن نايمن صعد من ثلاث مرات للمجموعات ومن المجموعات صعد ثلاث مرات ليه طبعا ربع النهائي في الثلاث مرات عندهم شكل مختلف يعني أنا بتكلم أن احنا في 2019 صعد تاني بعد الأهلي كان في مجموعة النادي الأهلي في 2019 وهو صعد تاني بعد كده طبعا خسر من مازينبي وخرج في ربع النهائي نفس الكلام في 2021 هو صعد أول والأهلي كان معاه في نفس مجموعة تاني وفي السنة الـ 21 هو طبعا قابل كايزر تشيفس وخرج بنتيجة سكيلة في ربع النهائي نفس الكلام آخر بقى سيزون أو آخر نسخة لشامبونس ليج أفريقيا ودي بقى اللي احنا عزينا نقف عليها نفس الكلام صعد من دور المجموعات وقابل مين بقى قابل الوداد فاز على الوداد 1-0 في ملعبه وخسر من الوداد 1-0 في ملعب الوداد ولعبه ضربات جزاء وخرج من ضربات جزاء عزينا بقى نقف هنا إن احنا فيزين 1-0 وعنا عارف إن احنا في بطولة طبعا السوبر الأفريكي كان بنا تعادلين رايح جاي الأرقام بتقول إن احنا كأهل إحصائيات المباراتين بالذات احنا كان عندنا نسب التزديد أعلى نسب التمريرات ونسب الاستحواز كنا احنا أفضل عندنا فرص كتيرة يعني كهربا مضيعة 3 فرص لواحده بالأرقام ده في الدوري الأفريقي في الدوري الأفريقي في الدوري الأفريقي في الدوري المستحدثة الماتش الأخير فوز 1-0 وده أنا مش عايزه يشبه سيناريو الوداد النسخة الماضية في تخوف أصدقى في تخوف لازم ناخد بالنا لأنه فريق فعلا فريق كويس بنشيخة بيلعب بشكل كويس جدا بنشوفه بيتحول إزاي في عدم حيازة الكرة بيلعب 4-4-2 بيلعب 4-1 4-1 بيلعب كرة فعلا هجومية بشكل كويس جدا وده شكل عام للفريق يعني لسيمبا ككل يعني نظر عامة على الفريق صحيح عشان كده حبينا نحط التسعة مباريات بتوع البطولة أو المشوار الأفريقي قدام النادي الأهلي نعمل مقارنة رقامية ما بينهم ونشوف المعدلات عاملة إزاي من ناحية الهجومية ومن ناحية الدفاعية لو نستعرض الأرقام الفريقتين يا كابتن أيمن حنوضح بقى بالأرقام احنا لعبنا تسعة مباريات طبعا وسيمبا نتكلم المباريتين اللي هم قبل المجموعات يا كابتن أيمن ومباريات للمجموعات وطبعا المباراة الأخيرة فإجمالي تسعة مباريات للفريقتين الأهلي لا خسار وده يعني أعتقد مرس الكولر دخل يضرب رقم كياسي لو فاز النهاردة إن شاء الله حنكون سيمي فاينال الخامس على التوالي وبالنسبة لمرس الكولر قد يصل للمباراة يعني الستاشر بعد كده السبعتاشر بسلسلة لا هزيمة إن شاء الله فده أرقام كياسي عايزين نضربها إن شاء الله ستة فوز للنادي الأهلي لا خسارة وثلاث تعادلات ناحية التانية سيمبا كابتن أيمن تسعة مباريات فاز في اتنين خسر في اتنين خمس تعادلات حتى على مستوى الدوري عندهم نسبة الفوز أكتر أربعتاشر فوز ثلاث تعادلات هناك في الدوري بقى التنزاني واثنين خسارة فنسبة الخسارة عندهم قليلة نسبة تعادل أعلى فش بقى الاستحواز مقاربين من نادي الأهلي بعض المباراة كابتن أيمن هم بياخدوا الاستحواز وآخر المباراة وصل الى 64% وصدنا نفس الكلام الأهلي معدلاته 55% من الاستحواز الأهداف إحنا أحرزنا 14 هدف بس خلي بالك ده كان وضع طبيعي الماتش اللي فات موضوع الاستحواز بالذات لأن ميستر كولر كان بيلعب بفكر معين طبعا ونجح فيه صحيح فهو يساب له من الاستحواز في نص الملع فعشان كده بان شوية ان هم فارقين علينا شوية في نص الملع في حتة الاستحواز طبعا مباراة الأخيرة لها ظروفها وإحنا عارفين الصفر وكل الأمور دي ولكن أنا أتكلم على طبيعة الفريق أرقامه بتقولك ان هو بيلعب شورت باس استمراريات كتيرة جدا وعنده نسب الميس باس قليلة بيعرف يستخلص الكرة واسترجاحها بشكل كبير جدا وسريع فبالتالي الكرة دايما في رجل لعبته بيلعبوا في المساحات بيلعبوا دبل باسس وريبين دايما من بعض ده بيدي إجمال المباراة إن عندك نسب استحواز كويسة جدا تصل لإجمال 52% خش على هداف 12 هدف في 9 مباراة سنعرى زعف على الرقم 12 هدف عشان الناس ممكن يعني تتغرر شوية بالضبط يعني أنت دور المجموعات الأرقام بتقولك إنه أقوى فريق في المعدل التهديفي في المجموعات أو حتى لا هم 9 هداف في المجموعات فيهم 6 في ماتش طبعا جالكسي بس محسوبين محسوبين يعني لازم يتفزن بس المعدلات بقى المعدلات على مدار المباراة تلاقي هدفين 3 3 1 2 1 فإعني فريق يعني مش الأرقام ضخمة بالنسبال الأرقام عملت إزاي لأن إحنا أفضل فريق من ناحية الدفاعية حتى الآن في بطولة أفريقيا الأبطال حتى لا نستبدل هدف واحد 9 مباراة نحن بترو أتليتكم بترو أتليتكم ولا هدف ولا هدف معروفة طبعا الأهلي بتكلم على المعدلات دي لا الأهلي يعتبر من الأفضل طبعا هدف واحد خش على هدف المتوقع الـ XG إحنا قد نصل لـ 28 هدف كابتن نايب ليه بقى لأن الأهلي أكتر فريق خلق فرص محققة في الـ Champions League هذا العام 20 فرصة محققة منهم 14 فرصة كبيرة مزد كده قدام المرمة كانوا ممكن نصنعوا أهداف فتويتل الأهداف المتوقعة أو الفرص دي مع قوالة التزديدات اللي عندنا كابتن نايب قد نصل لـ 28 هدف يعني مش 14 يعني الإضراف في اتنين يعني الضعف فبالتالي إحنا كان عندنا نسب كبيرة جدا وإن شاء الله إحنا دايماً الأقوى من ناحية الهجومية ناحية الثانية 18 هدف الركنيات طبعاً إحنا غزارة من الركنيات ولكن فريق سيمبا بقى من نقاط الكوة عندهم الكرات السبتة والضربات الركنية لازم نأخذ بالنا عملوا 4-5 ركنيات علينا المتش اللي فات كلهم خطر كلهم خطر يسيبوا مساحاته قدامهم وبيلعبوها بشكل كويس جدا وبتحركوا صناعة الأهداف 8 لسيمبا في التسعة مباريات وإحنا تسعة التمريرات المفتاحية طبعاً إحنا بقى حدسوا على حرك 95 تمريرة مفتاحية كيف بس منهم بمعدل عشرة في المباراة الوحدة ناحية التانية 60 بمعدل 8 في المباراة الوحدة إجمال الفرص المحققة ده كنت بقول لحضرتك عليه 23 فرصة محققة للنادي الأهلي وأقوى فريق خلق فرص محققة لهذا العام في الشامبينسيج أفريك ناحية التانية هم 20 وده يقول لك إن فريق سيمبا بيخلق فرص وبيسدد تسديدات وانترجت على ثلاث خشبات بشكل كبير وغزير جداً على كده احنا من أكتر فرق اللي بتهدر أهداف طبعاً ما هو ده معدل يقول لك كده إن إحنا لسا ستتلم القهرابة الوحدة بأكتر واحد في تشامبينس ليج هذا العام أهدر فرص 4 ل 5 فرص إن شاء الله يعود فإن شاء الله يعود يجب لنا هدف طبعاً يعني بيرضوا عنده أهداف مؤسرة فيعني ندي له حقه برضو صحيح تسديدات بالمباراة إحنا هما يعني قد يكونوا هما الأكتر وده اللي كنت بقول لحضرتك هما بيسددوا بشكل كتير جداً مميزين عندهم لعبة يعني حنتكلم عليها مميزة جداً 14 منهم 5 انترجت بالنسبة دقة 37% إحنا 12 تسديدة بالمباراة بالمباراة الوحدة يعني منهم 4 أو الكرات السبتة أو الكرات العضوات المتحركة الدقة عندهم 32% شبهنا شوية احنا قد بعض 32% التمريرات الصحيحة بالمباراة عندهم 342 تمريرة صحيحة في المباراة الوحدة يعني هما كابتن آيمن بيصلوا لفوق 450 و 500 في بعض المباراة ولكن المتوسط والنسب الصحيحة لتمريرات الصحيحة تصل ل342 الأهلي طبعاً أفضل في التمريرات وده دايماً معروف عن نادي الأهلي في تمريراته تقارب المساحات والربط ما بين الخطوط عندنا احنا أفضل بكتير 438 تمريرة صحيحة الدقة بتصل لـ 5% التمريرات بقى طويلة لونج بولز بيلعبوها كتير 50 تمريرة بيلعبوها يعني 19 بالمباراة يعني تصل دقة 38% الناحي التاني النادي الأهلي يعني قد يعني وصلنا لـ 38 يعني نسبة 45% دقة من الكامريرات الطويلة استقبلوا هما 6 أهداف وده المشاكل الدفاعية اللي احنا هنعرضها بالصور سريعا شباك نظيفة لا احنا بقى اللعبنا في التسع مباراة كابتالي عندنا تمانية منهم شباك نظيفة أربعة منهم لمصطفى شبير كلينشيت يعني وفيهم طبعا 27 تزديدة عليه فيه بأخر مباراة بس سبع تصديات يعني أرقام دي كلها كده نصها راح لمصطفى شبير هما أربعة احنا طبعا أفضل في ناحية الدفاعية يعني أقوى بكتير استقبلنا هدف عندنا تمانية من 9 شباك نظيفة خسارة الكرة بالمباراة هما بيخسروها بشكل كبير احنا أفضل منهم 33 مرة في المباراة الوحدة ده بيقولك ان احنا دايما بنلعب الكرات الشورت باصلس حتى التمريرات زي ما قلنا الدك 85% هما 79% احنا أفضل منهم في حالة حيازة الكرة ده شكل عام للفريق خسارة الكرة نفس الكلام وكسب الكرة أو يعني تشتيت الكرة أو الاعتراضات احنا دايما أفضل بالأرقام بيقولك احنا دايما بنستخص كرة بنسترجع كرة بشكل سريع احنا أفضل فيه حتى الاعتراضات بلوكات استرجاع الكرة بسرعة ده الأهل مميز دايما فيها والربط ما بين الخطوط ده الشكل العام ما بين الفريتين بتقولك بالأرقام فريق سيمبة يتميز من ناحية الهجومية من ناحية صنع الركنيات والعرضيات من ناحية صنع الفرص من ناحية التزديدات على المرمى ومميزاته طبعا في الكرات أو خطورته في الكرات السابتة أو الكرات العرضية المتحركة مشاكله النقاط الضعف عنده دايما فيه خط الظهرة في الأظهرة بسيوه مساحات فلو الشباب يعرضوننا بسرعة جدا نجري ما بين تلات حالات يا كابتن أيمن هتواريك أن محمد حسين بالذات الباك الشمال عندهم عنده اندفاع قوي جدا من ناحية الجمية حتى الديفندر عندهم لعيب الفابرس نجومة رجل ممتاز جدا ومميز جدا ولكن ما بعرفش أنه يغطوه يقروا بعض يعني ده مثلا في المباراة الأخيرة في الديئة عشرين المباراة الأهلي المباراة الزهاب عندهم بنقول أن احنا نستغل الظهر عن محمد تحت بورا محمد حسين في ناحية الشمال مساحات الوراء احنا هنا بنضغط يعني نكمل نستخد في الديئة عشرين استخلصنا الكورة بصها كابتن ايمن لو تلعبت بأسرع من كده بدقة ناحية الشمال عندهم الهي اليمين عندنا برسي تاو كانت فضية تماما يعني لو الكادر وفي فيديو بنلعبه وكان لا هيوريك المساحة كبيرة جدا لو تلعبت قدام برسي تاو أسرع من كده طبعا برسي تاو ويف عليها واضطر ان هو يدخل لجوه واتقطع ولكن لو كان هناك في المساحة حتى ناحية اليمين من ناحية التانية كابتن ايمن برضو في مساحات كبيرة جدا ده الحالة الاولى الحالة التانية برضو ديها 27 اعتقد او ديها 21 بصها كابتن ايمن من ناحية التانية يمين والشمال مزبوط لتنين شوائر عورة احنا متكلم على المباراة السابقة اللي هو الأخيرة قصدي في الزهاب كان عندنا فرص كبيرة جدا ان احنا نستغل الأظهرة عندهم خط الله ده انت بتتكلم كان على ايه دي هاجمة تلاتة من لعب تلاهي راحين على اثنين من لعب تنزالية خط الدفاع صحيح هما دايما بيخسار الكور احنا كنا بنلعب لو بلوك وده على فكرة كان قصد مرسل كولر وده حاجة مميزة جدا الناس كتيرا بتقول لك ان كان الاهلي عنده مشكلة في نص الملعب وفي مساحات بس هو ما اخدوش بالهم ان الاهلي كان بلعب لو بلوك وعلشان يقدر ان هو يعني يسحبهم ونشوف النتيجة دي هي دي ولكن احنا مشكلتك هتتدقة بس في ان احنا نباصل ده في الخطوط وراء ونقدر ندرم انهاء الهاجمة يعني هنصنع منها فرصة نكمل اخر حاجة كابتن نايمن كان برضو ديها 27 انا بكلمك بس في الشيط الاول كان ممكن 27 اهي اديها 28 نفس الكلام حسين الشحات استلم كرة كان برضو هاجبة مرتدة راحت لحسين الشحات بدأ يقف على كرة ويلم بص بقى ناحية التانية ناحية اليمين عندهم يعني وراء الباك الشمال محمد حسين نكمل يا شباب هتلاقي الكادر بدأ يفتح نفس الكلام برسي تاو ويف عليها وبدأ لو تلعبت برضو قدام في المساحة مع سرعة برسي تاو كان راح ونفس الكلام ناحية اليمين وفاضية تماما فدي نقاط الضعف الشكل ده تقرر كتير الماتشي اللي فان بالزبط صحية فدي حتى كابتن نايمن ده نفس السيناريو قدامهم في المبارا في المبارايتين بتوع السوبر الأفريقي نفس الشكل عندهم مشكلة كبيرة جدا بالشكل اللي احنا شفناه ان شاء الله نستغلوا نصدع فرص خطيرة ونقدر نحرز أهداف ده الشكل العام لفريق سيمبا كل التوفير النادل أهلي الخامس سيمي فاينال يا رب على التوالي وتحيه بقى البطولة ان شاء الله بإذن الله